اشتركوا في القناة وخلال استقباله بالعاصمة الكورية سيول وفد مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة المجلس اشهد رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية بما تشهده مملكة البحرين من تقدم والزهار في ظل المسيرة التنموية الشاملة وما حققته من منجزات حضارية وانسانية وجهود في دعم الامن والسلام وتعزيز مبادئ وقيم التسامح والتعايش وانجاز متميز في التصدي لجائحة كورونا وفق رؤية انسانية وتنموية فريدة لضمان صحة وسلامة الجميع وبجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذا قد تشرفت معالي رئيسة مجلس النواب بنقل تحيات جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الوزراء الكوري والتأكيد على عمق العلاقات الثنائية المشاركة الممتدة لأكثر من أربعة عقود